السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الدرس ليصلكم أي جديد اليوم إن شاء الله سنتحدث في هذا الفيديو عن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد كما تعرفوا راح كان كاين تسجيل في السجل الوطني للسكان لكن حاليا يمكنكم كذلك تسجيله في السجل الاجتماعي الموحد بالنسبة للسجل الاجتماعي الموحد هو نظام معلوماتي وطني وخول لبرامج الدعم الاجتماعي تحديد أهلية أحقية الأسر وفق معايير اجتماعية واقتصادية يعني شنو المقصود هنا؟ هذا السجل الاجتماعي الموحد كيمكن بعض الفئة من استفادات الدعم لكن وفق شروط محددة على حساب الحقية والأهلية بمعنى رهما شيء كل شيء يستفد كما تلاحظون هنا في الأسفل لتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد يجب على كل فردين من أفراد الأسرة أن يتوفر على المعرف الرقمي المدني الاجتماعي شنو المقصود هنا؟ الأسرة اللي بغد تسجل دروري خاصة يكون عندك هذا الرقم المدني الاجتماعي بمعنى المعرف الرقمي المدني الاجتماعي وهذا المعرف الرقمي المدني الاجتماعي كتوصل به من اللي كتسجل في السجل الوطني للسكان يعني خاصة يكون ضروري تكون مسجل في السجل الوطني للسكان بشتوصل بهذا الرقم المدني الاجتماعي وكل أسرة مسجلة ستحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي تعتمد عليه برامج الدعم الاجتماعي لتحديد الأهلية والأحقية في الاستفادة من الدعم كيف قتلكم في السابق؟ الأسرة التي عندها الأحقية والأهلية يمكن أن تستفد من الدعم الأسرة هي مجموعة من الأشخاص سواء كانت تربطهم علاقة قرابة أم لا يقطنون في مسكر رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات الضرورية لتلبية حاجيتهم المشتركة يدخلوا أيضا في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده وهنا تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي المحادي لا يعطيها الحق في الاستفادة مباشرة من برنامج الدعم الشروط الأهلية والأحقية يتم تحديدها من طرف برامج الدعم الاجتماعي بمعنى رغم شيء إذا تسجلت في السجل الاجتماعي الموحد هتستفد من الدعم ضروري عيكون دراسة على حساب الشرط المتوفرة فيك واش هذا الشخص من الفئات لهاشا واش أرمال إلى آخره على حسب غير هو واحد الملاحظة بالنسبة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد كيختلف عن التسجيل في السجل الوطني للسكان حيث تسجيل في السجل الاجتماعي الموحد كتسجل الأسرة مرة واحدة بأكملها يعني كتدخل المعلومات الخاصة لكل فرد لكن ضروري خاص يكون كل فرد عنده المعرف المدني والاجتماعي أول حاجة كتقوم إنشاء حساب خاص بالأسرة في السجل الاجتماعي الموحد يعني كما تلاحظون كان был أيضا الطلب بمركس خدمات المواطنين يعني يمكنك دخول الموقع مثل كتقوم بإيضا الطلب بمركة خدمات المواطنين وإذا لم تريد أن تنتقل إلى مكان تسجيل الأسرة في الموقع الإلكتروني يعني كتدغط ثnai ايدا الطلب بمركس خدمات المواطنية لكن ضروري خاصة عمل أول حاجة وهي إنشاء حساب خاص بالأسرة في السجل الاجتماعي الموحد كما قلت لكم ضروري تقوم إنشاء حساب في السجل الاجتماعي الموحد يطلب منكم إدخال المعرف الرقمي ثم تاريخ الزياد تختاروا النوع ذاكاره لأنت تدخلوا ذاك رمز تحقق وتعملوا تأكيد من ثم تنطلقوا في عمليات التسجيل والناس اللي ما غاديش يفهموا يتسجلوا في الموقع يمكن لكم تقوموا إيداع الطالب بمركز خدمات المواطنين كتضغطوا هنا من ثم تقوموا إدخال هذه المعلومات أولا المعرف الرقمي يعني هذا كل رقم اللي كتوصلوا به من اللي كتسجلوا في السجل الوطني للسكان كتقوموا كتابات الاسم الشخصي والعائلي ثم تاريخ الازدياد الشهر ثم السنة إضافة إلى اليوم هناك تختاروا النوع وجدكار ولا أنت هنا نوع بطاقات الهوية وجواز الصفار ولا بطاقات الإقامة ولا بطاقة التعريف الوطنية ستختاروا مثلا بطاقة التعريف الوطنية كذلك ستقوموا كتابات رقم بطاقات الهوية يعني رقم بطاقات التعريف الوطنية هنا عنوان الأسرة أولا تختاروا الجهة أو الجهة طانجة تطوان جهة الرباط جهة ابن ملا الخنفرة جهة فاس ميكناس تختاروا مثلا جهة طانجة تطوان الحسيمة وهناك تختاروا العمالة أو الإقليم كذلك تختاروا الجماعة من بعد تختاروا الباشوية دائرة أو دائرة حضرية من بعد ما كتأكدوا باللي هادوك جميع المعلومات صحح هتدخلوا هادك الرمز تحقق الظاهر أمامكم سبعة ثلاثة واحد ستة اثنان تسعة من ثمها تقوموا بالضغط تأكيد من ثمها تخرجوا واحد السيمارة وكتدفعها في مركز خدمات المواطنين هذا فيما يخص للناس اللي ما عرفتش تسجيل في الموقع وبغاية تتفاع في مركز خدمات المواطنين لكن من الأفضل قوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لأن التسجيل عبر الانترنت بسيط ويوفر مجموعة من الإيجابيات التسجيل بدون الحاجة للتنقل إلى مركز خدمات المواطنين وبدون تقديم وثائق مبررة يعني إذا تسجلت في الموقع كي سهل عليك ممكن تتنقل حتى شي ما كان تدفع شي وثيقة كل شي عبر الموقع الإلكتروني كما اذكرت لكم في الأول إذا بغاية تسجيل في الموقع الإلكتروني أول حاجة خاصة تقوم إنشاء الحساب خاصة تكون كالتوفار على المعرف المدني الإجتماعي الرقمي لكل فرد من أفراد الأسرة وبجد توفار على هذا الرقم ضروري خاصة تكون مسجل في السجل الوطني للسكان ونشأ الله في الفيديو المقبل سنزيد نشرح لكم طريقات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد من أول مرحلة إلى آخرها في الآخر أتمنى أن ينال هذا الفيديو أعجابكم ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد والسلام